حتى الآن المجموع للرقم الذي تلفظه الأتراك هو 400 مليون دولار لا أكثر حسب متابعتي من أصل أربع مليارات دولار موعدة أن تذهب إلى تركيا بأسرع ما يكون من هنا أنا أقول لك أنه الآن المسألة بالنسبة للأتراك ليست المال المسألة بالنسبة للأتراك أن تغرج أوروبا بقرار سياسي موحد ليس فقط في التعامل مع مسألة اللاجئين بل في العمل على الفراغ الاستراتيجي الآن الذي تعيشه أوروبا في التعامل مع ملف الأزمة السورية والذي هو مهدد كما نتابع جميعا بأن يتشعب ويتعقد سياسيا وأمنيا في المنطقة ككل تركيا الآن ما تريده أن يكون هناك ضغط أوروبي على روسيا حتى على الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان فعلا موجود هذا التنصيق الروسي الأمريكي لحماية هذه الهدنة ونفتح الطريق أمام العودة إلى لغة الحوار والاتزام بالقرارات الدولية في سوريا